خلونا كمان نروح نطير سريعا لمراسل قناة النادي الاهلي زميلي أمير رشام أمير رب رحب بيك طميني على الفريق الحالة المعنوية اللي حصل في التدريب النهاردة تحياتي لك يا كابتن فادي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان يعني طبعا في البداية سأليني أقولك أن الفريق جاهز بشكل كبير جدا إن شاء الله من ناحية المعنوية من ناحية النفسية من ناحية البدانية من ناحية الفنية كل نواحي طبعا كل الجوالة بالنادي الاهلي جاءت بشكل كبير إن شاء الله لأداء مباركة وهي أمام فريق نجم السحلي في إياب دور قبل النهائي من دور الأفضال الأفريقية وهي إن شاء الله هتكون قطوة مهمة جدا جدا إن شاء الله لنا كلنا في تأهل بدور النهائي ومن ثم تحقيق هذه الضوء الأهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي لكن بالتحديد نستديد مران الأهلي النهاردة وقبل المران كان فيه محاضرة من كابتن فادي الحسام البدري وهي محاضرة معتادة كابتن حسام البدري دائما إحنا عارفين يعتمد دائما على المحاضرات لتوصيل سكروا للعابين وأيضا لشرح نقاط القوة والضعف في أي فريق في وجه النهائي الأهلي من دهاردة بتحديد كياد محاضرة بالفديل لأخذ مباراة بين الأهلي والنجم السحلي هناك كفسوسة والإنساء الدفوز النجم السحلي 2 واحد أتكلم فيها كابتن حسام البدري عن بعض الجوانب وصلت بها طبعا وقت نصره بالنسبة للعابين إن شاء الله عشان يقدروا أن هما ينفذوا كل الرؤية اللي شايفة كابتن حسام البدري في مباراة العودة بعد كده التدريب اتدى كابتن نشاري بتحديد الساعة 5 مساء طبعا كالعادة تدريب معتاد بعض الجوانب البدنية بعض تدريبات الكرة لكن الأهم هو التقسيم الذي كانت في الآخر وهي كانت تقسيمة قوية جدا شاربả جميع اللاعبين بالمناسبة طبعا النهاردة شارب كل اللاعبين في تدريب واحد نبرح كان السريق مقصم لجزئين خصوصا بعد انتهاء مباراة الرضاء والنادي الأهلي قدر نادي الأهلي فيها فبالتالي مبارح كان بيت تدريب التشفاء نهاردة كل لاعب نادي الأهلي كانوا موجودين في تدريب واحد وقدوا تدريبات بشكل قوية جدا خصوصا التقسيمة اللي شاربت فيها جميع العناصر وبالتحديد عايز أخص طبعا كل من عبدالله السعيد وليد تليمان شريف إكرامي هشام محمد كله شارك النهاردة في التقسيمة بشكل جيد جدا وده شيء مباشر كتن شادي إن شاء الله قبل هذه المباراة مباراة النجم سهلة ومدى جاهزة جميع اللعبين طبعا عبدالله النهاردة بيأدي تدريبات بشكل قوي جدا تدريبات البدنية أو التقسيمة نفس الحاجة بالنسبة لوليد تليمان وخلاص أصبح جاهز بالنسبة 100% طبعا لمباراة النجم شريف إكرامي تعافى تماما من الأجهاد اللي كان عنده والأجهاد اللي كان بالتحديد في العدلة الضامة بالنسبة لشريف إكرامي جاهز قلاص النهاردة تمرن تدريبات قوية مع كبتين طريق سليمان وطبعا بقية حراس النادي الأهلي هشام محمد لست طبعا فيه خير بالنسبة لبعض التدخلات وبعض التحامات خلال التدريبات والتأسيم والتحديد لكن إن شاء الله في احتمال أن هشام محمد يكون متاح لانجهز الثاني في احتمال أنه هو يحصل على التصريح التدريب بالنسبة لشام إن هو شريف مباراة النجم لكن في كل الأحوال الجميع اللي عابدنا دي الأهلي جاهزين بشكل كتير للمباراة ديها ثابتا شادي خبير يقول لك أن اللي جاب على تدريب النهاردة هو بس أحمد عدل عبد المين عم تتسبب البرد اللي عنده عنده برد جديد شوية النهاردة اليوم الثاني على التوالع أحمد عبد المين عم مش متواجد نتمنى له طبعاً هو يتعافى سريعاً لكن فيما عدا زال الجميع اللعبين في أدل تتسببات قوية جداً وبساكل جايب جداً وباين يعني أن هم مركزين بساكل كتير كابتن شادي خصوصاً الكلام كابتن حسان البدري مع اللعبين دايماً هو أن احنا خلاصوا فينا المرحلة مهمة جداً جداً في دورة أبطال الأفريقية فبالتالي مش هينفع أن احنا نتنازل عن بطول احنا عارفين الهدف الرئيسي دايماً دايماً بالنسبة للنادي الأهلي سأي بطولة بيشارك فيها هو إحراز اللقب فبالتالي مباراة أو بطولة دوري أبطال أفريقيا هي أهم بطولة بالنسبة للجمهور النادي الأهلي هو الهدف الرئيسي جمهور النادي الأهلي دايماً بيبحث عنه كل سنة بقى أنه عربع سين قاموا نفس البطولة دي لكن إن شاء الله فيه تفاقل كثير جداً نتقل الله النادي الأهلي يتقاط عقبة المنز بعديها إن شاء الله الناس كتب مباراة نهاية أياً كان من النادي الأهلي حيواجهه ونحقق البطولة دي عشان كمان مش بطولة بس وحشيتنا لأكاس العالم الآن دايماً إحنا متعودين طايم إن إحنا نروح وأكيد وحش كل جمهور النادي الأهلي تفتشي أمير الترتيبات بقى حسألك نفس السؤال كمان قبل ما أقول لك السفر إمتى الترتيبات أو السؤال المعتاد المهم جداً نعرفه وده بيبقى فيه أمانة مع المشاهد لأننا زي ما قلت لك أنت وزمايلك بتبقوا موجودين بتتكلموا مع اللعبة بتبقى عارف الروح المعنوية وحالة التركيز للعبين الطبيعي لما بيسأل كده يقول لك التركيز فعلى مستوى والوشوش بتقول إيها أمين الوشوش واضح عليها جدية جداً يا كابتن يا شادي زي ما قلت لك أن هم خلاص اللعبة مدركين جيداً جداً أن هم وصلوا لمرحلة مهمة جداً مرحلة فاصلة جداً للبطولة وأكيد هم مدركين مدى أهمية البطولة دي عند جمهوري النادي الأهلي بالتالي هم يعني حتى هم بيجروا حوالين الملعب أو حاجة مفيش كلام كثير هو خلاص التركيز بقى في المباراة العد تنزولي خلاص بدأ بالنسبة للمباراة فبالتالي خلاص كل العب النادي الأهلي عندهم كل خجرات الكافية بضرورة التركيز قبل المباراة ويمكن ليومين تلاتة خلاص على المباراة فبالتالي كل العب النادي الأهلي كابترين شادي مركزين بشكل كبير جداً إن شاء الله أنهم يحققوا البطولة دي مش هدفهم تقص بمباراة دي إن شاء الله النادي الأهلي أو اللعيبة بالتحديد واخدين المباراة دي كخطوة مهمة نحو اللقب إن شاء الله مرد عدولات بطولات النادي الأهلي لكن خليني أقول لك أيضاً على البرنامج بقى الخص أيها ده مهم جداً أمير ده مهم جداً خليني أقول لك طبعاً كانت تفكير إن النادي الأهلي سافر بكرة أسكندرية ويبقى سمع أفكر إناك قبل المطش بيومين لكن الجهاز الثاني بكادة كابتر حسام قرروا تعديل موعد الصفر بقى الصفر بقى بكرة الأول في تدريب ساعة أربعة ونصر بالنسبة للنادي الأهلي أكيد بديه برضو هيبقى سمع حاضرة بعد بكرة إن شاء الله هيكون تكتشف آخر للنادي الأهلي في المجتمع حيثم ساعة أربعة ونصر برضو وبعدين مباشرةً حيثم التوجه في مدينة الكندرية وبتحديد أحد الفناطق القريبة من أستاذ الجيش بجرج العرب للإستعداد لهذه المباراة وهيبقى ناقص بس مران أخير هو مران يوم اللي ست إن شاء الله واللي سيستعد من خلاله إن شاء الله النادي الأهلي لأداء هذه المباراة المهمة إن شاء الله يوم الحد الساعة اللي ستكون الساعة سبعة متاء بالنسبة للتشكيل لتكابتن حسام لا أستقرش على التشكيل بشكل كبير خصوصا مثل ذلك بعض الغيابات اللي يمكن تكون مؤثرة أو هي أكيد مؤثرة بالنسبة لنادي الأهلي سواء أحمد فتحي أو أو سام عشور تنين لعيبة خطرات كبيرة جداً جداً بالنسبة لنادي الأهلي ومهمين جداً بالنسبة لنادي الأهلي لكن أي حد بيلعب في نادي الأهلي أكيد هو قد المسؤولية هو يعود غياب أحمد فتحي أو سام عشور بالتالي كان في الحسام عنده غدائل كثير أو عنده تفتير طبعاً في تعويض اللعبين دول سواء في نص الملعب بالتحديد يعني إحنا يمكن عشور أحمد صاب إحنا فتحي لو كان متواجد كان عجب متواجد في نص الملعب لكن السبب الأقاف مش هيكون متواجد خلينا أقول لك إن الأقرب في نص الملعب هيكون رامي رابعة لكن ده طبعاً توقع لكن لسه كابتاً ما استقرش أو ممكن يكون استقر لكن ما بدش لسه في التدريبات من اللي هيعود غياب في نص الملعب لكن إن شاء الله كل لعب النادي الأهلي أي العيد حيث وإي مركز حيقدي فيه أكيد بكل قوة إن شاء الله عشان يسعد كل جمهور النادي الأهلي اللي هيكون أخيراً في عدد يمكن بالمسبة لنا معقول شوية 50 ألف إحنا دايماً نطلح ودايماً متعاودين لما كان بيبقى في جمهور كان دايماً جمهور النادي الأهلي بيملة للتاد لكن 50 ألف أكيد حيكونوا مؤثرين جداً إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسعدوا كل جمهور النادي الأهلي زميلي أمير هشام مرئيس القناة النادي الأهلي بشكرك جداً جداً أمير